بعد تخفيض التصنيف الاقتماني للولايات المتحدة الأمريكية لمرة ثانية خلال 12 سنة من واحدة من أكبر ثلاثة وكالات تصنيف اقتمانية عالميا أين يتجه الدولار الأمريكي؟ ما هو البديل في حال انهيار الدولار الأمريكي؟ وما هي التأثيرات المتقبة على الأسواق المالية؟ هذه الترى تأسئلة لازم نجوابها في حلقة اليوم بتفصيل كبير خلونا نبدأ بالسؤال الأهم والأسهل بالنسبة لكم وهو أين تتجه الأسهم الأمريكية بشكل عام بعد هذا القرار؟ والإجابة بأن تأثير هذا القرار مؤقت على الأسواق الأمريكية لعدة أسباب أولها لأن المحللين بشكل عام ومدراء الشركات لن يقوموا بتغيير سياساتهم الاستثمارية بسبب تخفيض التصنيف الاقتماني للولايات المتحدة الأمريكية من تريبل اي وهو أعلى تصنيف عالمي إلى دبل اي بلس وهو الثاني أعلى تصنيف عالمي فاليوم أصلا الوكالات الثلاثة العالمية تصنف الولايات المتحدة الأمريكية تريبل اي واحدة من الوكالات وهي وكالة موديز أما الوكالتين الثانيات فبصنف الولايات المتحدة الأمريكية دبل اي بلس هذا السبب الأول السبب الثاني هو أنه لا يزال اليوم الاقتصاد الأمريكي يظهر أنه الاقتصاد الأفضل عالميا بين كل اقتصاديات الدول المتقدمة فمثلا لو قارننا الاقتصاد الأمريكي اليوم بالاقتصاد الصيني أو الياباني أو الروسي أو الأوروبي أو الهندي أو الألماني أو غيرها من الاقتصاديات سنجد بأن كل دولة من هذه الدول عندها مجموعة كبيرة من المشاكل التي تؤثر فيها وبالتالي نظراً لهذه العاملين المهمين جداً نقدر نحكي بأن التأثير محدود على الأسواق الأمريكية بسبب هذا القرار مبارح شهدت الأسهم التراجعات الأكبر لكن اليوم أعتقد بأن أرباح أمازون وأرباح أبل ستكون المؤثر الأهم على الأسواق الأمريكية بعد إغلاق الأسواق في حال كانت هذه الأرباح إيجابية بإضافة لها تقرير الوظائف الشهري الأمريكي المعروف باسم الذي سيصدر بكرة الساعة ثلاثة ونصة إن شاء الله بطوقية المملكة العربية السعودية هذين التقريرين هم الأهم في تحديد اتجاه الأسهم الأمريكية خلال الفترة القريبة القادمة لكن مثل ما وضحت سابقاً أنا في فيديو الأحد عفواً وفي عدة فيديوهات سابقة لا ركود اقتصادي والاتجاه العام للأسهم يبقى اتجاه صاعد لكن الأسواق بسبب الارتفاعات الكبيرة التي حصلت فيها من بداية السنة الحالية تحتاج لأي سبب لأجل أن تصحح ولو بضرجة محدودة هذا بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للسؤال الثاني أين يتجه الدولار الأمريكي ومستقبل الولايات المتحدة الأمريكية دعونا نقسم هذا السؤال إلى قسمين القسم الأول مقارنة بين الدولار الأمريكي اليوم والدولار الأمريكي قبل 20 سنة من اليوم أما المقارنة الثانية فستكون بين الدولار الأمريكي اليوم وبين العملات الأخرى الرئيسية الموجودة في العالم اليوم طيب إذا قررنا الدولار الأمريكي اليوم بالدولار قبل 20 سنة منقدر متحدث منه فيه فعليا ضعف الاقتصاد الأمريكي تراجع فيه مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في حجم الناتج الإجمالي العالمي وأيضا منقدر متحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت تفوقها في بعض الصناعات لصالح بعض المنافسين من أمثال الصين طبعا الضعف الحاصل في الدولار الأمريكي حاليا مرده سياسات اقتصادية صعبة تراكم الديون بدرجة غير مسبوقة وعلى الرغم من رفع الولايات المتحدة الأمريكية لصقف الدين بحيث لن يحتاجوا إلى إعادة التفاوض لرفعه مرة ثانية على الأقل إلى سنتين من اليوم إلى أنه وجود مديونية تتجاوز الـ 32 تريليون دولار أمريكي في اقتصاد حجمه يقدر بحوالي 24 تريليون هو أكيد على متخطر تنذر بأنه الوضع الحالي من الاقتراض لا يمكن أن يستمر إلى الأبد سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في كل الدول الأخرى المعتمدة عليها أو حتى المستقلة عنها ولو بدرجة جزئية وبالتالي هذا يضق نقوص خطر بالنسبة للاقتصاديين الأمريكيين بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تعود للتركيز على زيادة نمو الاقتصاد الأمريكي الحل الوحيد لمشكلة المديونية الموجودة اليوم عند الولايات المتحدة الأمريكية هي تسريع وطيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بحيث يزيد عن وطيرة الاقتراض بالنسبة للاقتصاد الأمريكي طبعا يعتقد بعض المحللين بأن الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والكوانتوم وغيرها من التكنولوجيا الحديثة ستكون يمكن المحدث الكافي الذي سيدفع الاقتصاد الأمريكي لتحقيق نمو هائل في الناتج المحلي الإجمالي بحيث يعود مرة تانية إلى حالة من الرفاهية كما كان سابقا لكن هذا الشيء أكيد غير مضمون يضاف إلى ذلك الانقسام الداخلي الشديد داخل الولايات المتحدة الأمريكية ما بين الأحزاب اليمينية والأحزاب اليسارية والتي بتضغط بشكل كثير كبير مش بس في الجوانب السياسية والعسكرية أيضا حتى في السياسات الاقتصادية وبالتالي لا شك أن الدولار اليوم أقل قوة مما كان عليه سابقا قبل 20 سنة لكن لا يزال هناك مجال لإنقاذ الدولار الأمريكي ولو أخذنا السيناريو الأسوأ وهو انهيار الدولار هذا السيناريو يحتاج لبعض الوقت لا يقل عن 10 إلى 20 سنة من استمرار السياسات المالية السيئة بشكل متراكم بشكل سيء كما هو حاليا أو أسوأ منها وبالتالي هذا ممكن يؤدي إلى في النهاية استبدال الدولار الأمريكي في عملة احتياطية جديدة لكن لو قارننا الدولار الأمريكي اليوم بالعملات الموجودة في العالم اليوم سواء كنا بنحكي عن الياباني أو اليوان الصيني أو اليورو أو الأسترليني أو الفرانكل السويسي أو غيرها من العملات بنقدر نحكي بأن الدولار الأمريكي اليوم يمثل أكتر تقريبا من 80% من إجمال العملات المستخدمة في التبادل التجاري عالميا وأكتر تقريبا من 60% إلى 65% من الإحتياطيات النقدية حول العالم وبالتالي إنهيار الدولار الأمريكي اليوم هو كارثة اقتصادية كبرى لكل العالم لأن أغلب دول العالم إما عملاتها مربوطة بالدولار الأمريكي أو إحتياطياتها النقدية جزء كبير منها وهو الجزء الأكبر مبني على الدولار الأمريكي حتى دولة مثل الصين أو دولة مثل الهند أو حتى أوروبا جزء كبير من إحتياطياتها النقدية هو على شكل الدولار الأمريكي وبالتالي بقاء الدولار الأمريكي اليوم هو مصلحة تقريبا لكل دول العالم يضاف إلى ذلك بأنه لا يوجد اليوم أي عملة تعتبر منافسة حتى للدولار الأمريكي سابقا كان يعتقد بأن اليورو هي العملة الأقرب كمنافس للدولار الأمريكي لكن مع تراكم المشاكل داخل الاتحاد الأوروبي ضعف النمو هذا أدى أيضا إلى استبعاد اليورو يبقى عندنا السؤال الثالث والمهم واللي هو هل هناك بديل في حال انهيار الدولار الأمريكي خلال السنوات القادمة طبعا نسمع عن تكهونات كثيرة ما بين اليوان الصيني أو عملة سيتطلقها منظمة بريكس أو اليورو أو غيرها لو بدينا باليورو فاليورو ليس بديلا لأنه كما حدث سابقا مع اليابان في الثمانينات ثبت بأن الدول المعتمدة على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير يصعب عليها منافسة الولايات المتحدة الأمريكية يبقى أمامنا بديلين الأول هو اليوان الصيني والثاني هو عملة بريكس المرتقبة خلال الشهر الحالي لو أخذنا اليوان الصيني فأنا خصصت حلقة سابقة في قناتي عفوا أتمنى منكم أن ترجعوا عليها عن نهاية الدولار الأمريكي وصعود اليوان الصيني بصراحة اللي بقدر أحكيه بأن اليوان الصيني لا يشكل عملة بديلة عن الدولار الأمريكي اليوم لعدة أسباب أولاً عدم الثقة في الصين والثقة طبعاً هي أهم عنصر يؤدي إلى اعتماد عملة أي دولة هذا واحد اثنين اليوان اليوم لا يشكل حتى 5% من إجمال حجم التجارة العالمية وبالتالي أمام الدولار الأمريكي يعتبر اليوان اليوم لا شيء في الاستخدام العالمي ثالثاً دولة مثل الصين تتمتع بعلاقات سيئة مع أغلب دول الجوار المجاورة لها دول مثل مثلاً الهند أو حتى مثلاً الاتحاد الأوروبي بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا أيضاً مثلاً لو أخذنا دول مثل مثلاً جزيرة تايوان أو إندونيسيا أو اليابان أو الفلبين أو كوريا الجنوبية أو غيرها من الدول سنلاحظ بأن أغلب الدول المجاورة للصين تجمعها علاقات اقتصادية سيئة وأيضاً أحياناً علاقات سياسية سيئة بالصين وبالتالي الدول المجاورة للصين نجد بأنه في الكثير من الدول التي لا تحب الصين حتى لو أخذنا التوسع الخارجي للصين مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية سحبت نوعاً ما من منطقة الشرق الأوسط منطقتنا وهذا ترك المجال للصين للدخول في مشاريع في عدة دول عربية كبرى لكن نلاحظ الآن عودة الولايات المتحدة الأمريكية بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط مرة تانية حتى تقطع الطريق على الصين أنها تدخل وتحاول تستغل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في إنهاء علاقة البترو دولار أو مثلاً في أن تصبح الصين البديل بمجال الطاقة النظيفة أو الأسلحة أو غيرها عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مناطق حيوية منها مثلاً منطقة الشرق الأوسط أكيد لا شك ستضعف الصينيين أكثر وأكثر في خطوطهم المستقبلية لاستبدال الدولار الأمريكي وبتالي اللي بنقدر نحكيه اليوم هو أنه اليوان الصيني لعدة أسباب لا يستطيع منافس الدولار الأمريكي أولاً لضعف الثقة ثانياً قلة الاستخدام ثالثاً العدوات مع دول كثيرة حول العالم ورابعاً لأن الصين نفسها البنية الاقتصادية لها مثل ما وضحت في الفيديو نتحدث فيه سابقاً مختلفة عن الكثير مما يعتقده المستثمرين اليوم الصين استفادت من كونها عملة غير احتياطية في العالم في أنها جمعت أكثر من 3 إلى 6 تليون دولار من احتياطيات من النقد الأجنبي أغلبها على فكرة من الدولار واليورو لكن العملة الاحتياطية في العالم يجب أن تكون عملة يتم تصديرها إلى خارج هذه الدولة لكي يتم الاعتماد عليها في التبادل التجاري بين الدول فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية عندها عجز تجاري مع أغلب دول العالم بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر الدولارات إلى دول العالم في سبيل الحصول على مواد مختلفة منها هذا ما سمح للتليليونات الدولارات في الخروج إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأن يتم استخدامها بين الدول حول العالم بالمقابل لو نظرنا إلى الصين فالصين هي دولة مصدرة للمواد الخام ومستوردة للعملات من الخارج وبالتالي يصعب جدا على الصين في الوضع الحالي لها أن تصبح عملة احتياطية للعالم لأنه هذا سيتطلب منها عدة أمور أولها فتح الاقتصاد أمام المستثمرين للأجانب وهذا سيؤدي إلى تضخم كبير ثانيها إنهاء سياسة العملتين العملة الخارجية والعملة الداخلية لأن الصين عندها نظامين للعملة نظام عملة داخلي للمواطنين الصينيين ونظام عملة خارجي للتبادل التجاري مع دول العالم وثالثا يجب على الصين أن تتحول من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة حتى تسمح لدول العالم بالحصول على كميات كبيرة بتريليونات اليوانز من الصين حتى تقدر دول العالم تستخدمها في التبادل التجاري وبالتالي الصين اليوم لا تصلح باليوان الصيني كعملة بديلة عن الدولار الأمريكي يبقى أمامنا الخيار الثالث وهو عملة منظمة بريكس الجديدة المربوطة بالذهب خلونا هنا نعلق عليها من نقطتين النقطة الأولى بأن تاريخيا اعتمد الإنسان على الذهب كعملة في التبادل التجاري بين الدول وثبت تاريخيا بأن الذهب عند ربطه بأي عملة لا يصلح في المدى الطويل كتجربة لتحقيق النمو في هذه العملة والسبب وجدنا عملات مثل أيام الامبراطورية الرومانية والفارسية والخلاف الإسلامية أو حتى مثلا الفضة في الصين وغيرها من الدول حتى آخرها كان الدولار الأمريكي لحد الستينات اعتمدت على الذهب في درجة كبيرة بربط العملة في الذهب لكن القيام بهذه الخطوة يتطلب من الحكومات اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة جدا منع نمو الدين السماح فقط لطباعة العملة بحيث تتناسب مع نمو الاقتصاد أيضا يتطلب من الدولة المحافظة على احتياطيات كبيرة من الذهب طبعا كمية الأموال الموجودة اليوم في العالم أكبر بكثير من قيمة الذهب الموجود في العالم اليوم تقدر قيمة الذهب الموجود في العالم اليوم بحوالي 10 تليليون دولار بينما تقدر قيمة الأموال في العالم بأكثر من 400 تليليون دولار أمريكي وبالتالي حتى عند إطلاق أي عملة كبرى كبديل عن الدولار الأمريكي لا يوجد حقيقة ما يكفي من الذهب لتغطية أي عملة موازية في حجمها للدولار الأمريكي وبالتالي إن تم طرح عملة وكانت هذه العملة مربوطة في الذهب سيكون هذه العملة حجمها محدود وكمية طباعتها محدودة بالسبب أصلا قلة الذهب الموجود في العالم اليوم هذا العامل الأول العامل الثاني إنه في حال اعتمدت العملة على الذهب في تقييمها هذا سيحدد بدرجة جدا كبيرة من مقدرة الدول على الاقتراض لأجل تسيير السياسات الحكومية تمويل الحروب وأيضا تنمية الاقتصاديات داخل هذه الدول ومن المعروف بأنه إجمالا تلجأ الدول إلى الاقتراض لأجل زيادة نمو اقتصادياتها وبالتالي الدول التي ستعتمد على عملة مربوطة بالذهب بالضرورة سيؤدي ذلك إلى تراجع النمو بدرجة جدا كبيرة في هاي الدول ولو كانت هاي الاستراتيجية ناجحة لما تركتها الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف الستينات طبعا هذا كان بسبب توجه الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل حروبها في فييتنام وغيرها طبعا من دول العالم النقطة التالتة المهمة التي تتحدث عنها بأنه منظمة بريكس ليست كما ينظر إليها العالم بريكس هي ليست الاتحاد الأوروبي وليست خمسين ولاية مجتمع على شكل الولايات المتحدة الأمريكية بريكس هي عبارة عن مجموعة من الدول التي لا يجمع بينها إلا عاملين أولا حب الاستقلال نوعا ما عن الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة متفاوتة بين الدول الأعضاء وثانيا أن هذه الدول تسمى دول منظمة بريكس فلو أخذنا على سبيل المثال الدول الموجودة دول مثل الصين وروسيا أكيد لا شك تكرها الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى لاستقلال عنها لكن في المقابل دول مثل الهند أو البرازيل أو جنوب إفريقيا هي دول تجمعها علاقات قوية في الولايات المتحدة الأمريكية بدرجات متفاوتة أيضا توجه بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية لطلب الانضمام لمنظمة بريكس هذا أيضا يجعل المنظمة منقسمة على نفسها من حيث اتخاذ موقف بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية والدولار الأمريكي ومثل ما كنا منعرف كون الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي أقوى دولة في العالم أكيد الحرب على الدولار الأمريكي يمثل حرب على أمريكا وبالتالي أمريكا سترد على هذه الدول أيضا هذه الدول مكونة نفسها لمنظمة بريكس البرازيل في أمريكا الجنوبية جنوب أفريقيا في نهاية أفريقيا الهند وروسيا والصين دول متجاورة مع بعض ولكن الهند والصين سبق وانت حاربتها سابقا بينهم حروب ونزاعات اقتصادية ونزاعات حدودية وأيضا خلاف خصوص الموقف من باكستان وغيرها من القضايا المختلفة وبالتالي حتى دول منظمة بريكس منقسمة على نفسها أكثر مما يعتقد الكثير من الناس اليوم وبالتالي اللي بقدر أحكيه بأنه منظمة بريكس في حال نجحت في إطلاق عملة مربوطة بالذهب يصعب أن تكون هذه العملة بديلة عن الدولار الأمريكي إنما قد تكون عملة تستخدم للتبادل التجاري المحدود بين هذه الدول ممكن أن يكون لها أصداء تراجع محدود في سعر الدولار الأمريكي لكن في المجال أو في المدى الحالي يصعب أن نرى أي عملة تحل محل الدولار الأمريكي كبديلة على الأقل من هون إلى عشر سنوات قادمة وبالتالي اللي بقدر أحكيه بأنه التخوف من نهاية الدولار الأمريكي هو موضوع بيشغل بال وسائل التواصل الاجتماعي كثير من القنوات للأسف بتحاول أنها تبالغ في هذا الموضوع لكن الحقيقة الواضحة به هي أن الدولار الأمريكي ضاقي لفترة زمنية طويلة وبأن الدول التي ينتمي إليها الكثير من القنوات الإعلامية أو المتابعين الذين يتمنون زوال الولايات المتحدة الأمريكية أغلب احتياطياتها النقدية مثل أغلب دول العالم تعتمد على الدولار الأمريكي وبالتالي انهيار الدولار اليوم معناته إفلاس عدد كبير من دول العالم وأغلب الدول العربية للأسف كونه عملاتنا مربوطة بالدولار الأمريكي وأغلب احتياطياتنا النقدية بالدولار الأمريكي في حال انهيار الدولار ستكون كارثة علينا قبل أن تكون كارثة على الأمريكيين نفسه حبيت بشكل مختصر أشرح الموضوع أتمنى أني غطرت الموضوع من كامل جوانبه ما تغير رأينا بالنسبة للأسهم الأمريكية إن شاء الله سنكون يوم الأحد في فيديو جديد سنتحدث فيه على آخر أخبار الأسهم الأمريكية بشكل عام الأرباح لحد الآن أفضل من التوقعات رغم تراجع بعض الأسهم بسبب الخبر المفاجئ عن تخفيض التصنيف الاعتمالي للولايات المتحدة الأمريكية لكن اليوم إن شاء الله بانتظار أرباح أبل وأمازون التي أتمنى بالإضافة إلى بكرة تقرير الوظائف الأمريكي أن تؤدي إلى نمو الاقتصاد مرة تانية طبعا فيها علامة إيجابية وهي أن الجولز أو تقرير عدد الوظائف المتاحة الذي صدر يوم الأربعاء كان أقل من المتوقع وهذه إشارة أولية تعطينا بعض التفاؤل أنه قد نرى تقرير وظائف أمريكي أضعف من المتوقع وبالتالي جيد جدا بالنسبة للأسهم الأمريكية شوفكم إن شاء الله على خير يعطيكم ألف عافية